إعادة بعث برنامج سكنات الترقوي المدعم الرهان الذي جاء به وزير السكن والعمران والمدينة عبدالوحيد تمار منذ توليه حقيبة السكن شهر أوت الفارط ستة أشهر تمضي والوزير يتكلم عن مشروع سكنة الالبيا لكن ولا مرة أعطى تفاصيل حول هذه الصغة قبل أيام معدودات عن فتح الاكتتاب لا أحد يعلم ما يحمل ملف الترقوي المدعم في طياته إلا القائمين عليها فالغموض يلف هذه الصغة ما جعل ألف الجزائريين يدخلون في دوامة التساؤلات حول سعر الشقة قيمة الشطر الأول التي يدفعها المكتتب طرق تسديد بقية المبلغ فكيف ستكون عملية التسجيل وما هي الوثائق الإدارية للملف الذي سيودعه المكتتب كل هذه التساؤلات فتحت الباب أمام التأويلات فراحت العديد من المعطيات الغير رسمية تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كملف الذي يجب إداعه وكل ملف ينشر يختلف عن الآخر بل وصلت إلى حد نشر وصل إداع ملف الاكتتاب في برنامج الالبيا قبل فتح عمليات التسجيل وهو ما أجج المواطنين الراغبين في التسجيل ودفع بالكثيرين إلى اقتحام البلديات والدوائر وحتى الدووين العقارية في ظل غياب الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات هذه الصيغة ربما كل هذه التساؤلات والتأويلات ستجبر مسؤولي قطاع السكن على تقديم توضيحات وشرحات أكثر حول صيغة الألبية المنتظرة